بعد ما كان الشكل ده كده هيبقى بالشكل ده كده. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الزكاة الاصطناعي. عايزين نشوف الزكاة الاصطناعي وصل لفين? دلوقتي انا بسجل بالموبايل بس حاطة الموبايل قدامي بسجل من غير مايك من غير اي حاجة. عايزين نشوف هنقدر نعالج الصوت ده ازاي. شركة ادوبي عملتنا اختراع جميل كده بيقدر يساعدنا ان احنا نرفع الصوت وهو يعالج لنا الصوت وهنشوف الصوت دلوقتي هيطلع عامل ازاي? طبعا الشركة منزلة الموضوع ده من فترة كبيرة لكن انا بمتاخر عليكو في الفيديوهات. فيلا بينا نشوف ازاي هنعالج الصوت بعد ما كان الشكل ده كده هيبقى بالشكل ده ده. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الزكاة الاصطناعي. عايزين نشوف الزكاة الاصطناعي وصل لفين? دلوقتي انا بسجل بالموبايل بس حاطة الموبايل قدامي بسجل من غير معيكم بغير اي حاجة. عايزين نشوف هنقدر نعالج الصوت ده ازاي? طيب حاجة كمان ممكن بعد ما عالجنا الصوت مسلا نحدي اقول ليه طبعا نصد حتة هذي اصلا ما فيش مشكلة في الصوت طالع كويس كده. طيط تعالوا نجرب تجربة تانية في حتة تكون داوشة شوية نشوف برضو النتيجة النهارية ده بتاع عامل ازاي. دلوقتي انا بسجل في البلكونة المفروض ان فيه دوشة الشارع عادي والموبايل نفسه دلوقتي دي الطريقة اللي انا عالجت بها الفيديو انا لقتي عندي فيديو هين سجلتهم اللي هو الفيديو ده والفيديو ده ده widea وده كان الدوشة بتاعته اكتر طبعا كل الان بعمله اول حاجة ان انا افصل الصوت الصوت عن الفيديو عشان تفصل الصوت عن الفيديو اما باي برنامج ما منتاج بيجيب لك السورة لوحدها والصوت لوحده لو ما عندكش برنامج ما ممكن تنزل البرنامج ده اسمه بتحط الصوت هنا الفيديو هنا وبتقولو احاول هو لويف او اي حاجة تاني حاجة بتقش على الموقع ده اللي هو من شركة ادوبي اللي اسمه ادوبي انهانس. آآ يعني التسجيل عليه طبعا مجاني وكل حاجة انت بتاخد الفايل زي ما هو كده وترميه هنا. طيب يقعد شوية مسلا يعني دقيقتين ولا حاجة بيزبط هو الصوت والكلام ده كله. وفي الاخر بيقول لك آآ ان هو عالج الصوت. فالصوت قبل بيكون كده. مسلا آآ يسمعك يعني الصوت وكده وكده بيكون بعد. وبعد ما بيخلص بيعمل لك آآ طبعا. وطبعا لو انت عايز بترفع تاني بتقول له آآ مسلا او حاجة. او ممكن تعمل للصفحة. هي اول ما تفتح معك اصلا بعد ما بتسجل في الصفحة تسجيل مجاني طبعا. بيكون كده بيقول لك بس حط الفايل بتاعك هنا. وخلاص بقى عندك كده بقى ايه الفايلات بتاعتك. وهو مسلا الفايلات الاساسية بتاعتك كان اسمها مسلا واحد واثنين. بعد ما بيخلص الفايل بيقول لك مسلا ايه واحد يعني آآ بعد التعديل او بعد التحسين. وده اتنين برضو. فخلاص بخش بقى على برنامج المونتاج بتاعي. اللي هو مسلا ولياكو ان انا بشتغل هنا او حاجة. ببدل بقى مسلا ده ترك الصوت الاصلي ببدله بترك الصوت التاني المعالج. بس كده. الرأي نهائي بالنسبة لي انا آآ دلوقتي كل ما تدي البرنامج نفسه آآ يعني مكان افضل في التسجيل هيطلع لك العزل بشكل افضل شوية. آآ لان لما سجلت في البالاكونة كانت الدوشة زيادة قوي فالبرنامج بيحاول يبزل كل طاقته ان هو يشيل اللي حواليك. فآآ بيطلع لك الموضوع مش حقيقي قوي. بنسبة كبيرة فهتلاقي ان صوتي هنا. كل الاصوات اللي حوالي. تعالوا نشوف بقى كده بعد ما عدت. تحس ان في حروف طارت وفي حاجات اختلفت وكده. لكن هنا مسلا كانت الدنيا اهدى شوية. فلاقيت الصوت هنا كويس شوية. مش مشكلة في الصوت طالع كويس جيد. طيب يعني هل الموضوع ده ما ينفعش غير بس ما ينفعش انا شايف ان انا كل ده كنت بسجل بمايك الموبايل والموبايل اصلا بعيد عني مش اقل من متر او متر ونص عشان عارف اصور. فانت لو عندك اي نوع مايك تقدر تقربه منك بحيث ان هو كل فكرة البرنامج ده ايه? ان هو بيلقط الاصوات القريبة ويعزل الاصوات البعيدة. فكل ما كان صوتك قريب من اللي انت بتسجل منه هيكون الصوت افضل. فلو عندك اي مايك رخيص حتى لو مسلا في مايك اسمه بويا ام وان ده ده كويس جدا وانا اصلا كنت بسجل بيه. فلو قربته من اه مثلا هو كليبس مايك كده تلبسه في اه في المسلا في التيشرت بتاعك ولا حاجة فهتلاقي الصوت افضل من كده كمان بكتير لان كده البرنامج بتاع الزكاء الاصطناعي ده هيبقى سامع صوتك هو اقرب حاجة يقدر يعالجها وهيشلك النويز اللي حواليه. فدي كده كانت اصعب تجربة ممكن نعملها ان احنا حطين اصلا الموبايل بعيدة عننا وبالاخر طلع لنا النتيجة اللي انتو سامعينها دي. فكمان لو الدنيا افضل من كده او بتسجل في مكان اهدى من كده. الدنيا تبقى احسن من كده. بس كده. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب. ولو عايزين نعمل لكم تجربة تانية اه ان احنا نسجل بالمايك ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي برضو اكتبولي في الكومنتز. واشوفكم على خير ان شاء الله بحلقة جديدة.